احتفلت رعية استشهاد القديس يحنى المعمدان في مادبة بالرسامة الكهنوتية لابنها الشماس الإنجيلي وجدي معين طوال وذلك في كنيسة الراعي الصالح في عمان حيث ترأس القداس الاحتفالي البطريارك فؤاد طوال بطريارك القدسي للاتين السابق بمعاونة عدد من المطارنة وحضور لفيفن من الكهنة والأخوات الراهبات وعدد محدود من الأهل والأصدقاء وبعد عدد القداس خاطب البطريارك طوال للكاهنة الجديد قائلا أيها الأب وجدي طبق الحياة الروحية هي الجهاز التنفسي لحياتك الكهنوتية وللقيام بكل هذه المسئوليات والتحديات لا تنسى أنك لست وحدك في ميدان العمل هناك إخوتك الكهنة والراهبات وكثير من الشبيبة والفعاليات المتحمسة للعمل معك فلا خوف عليك من الوحدانية وفي ذات الصياق أقيم القداس الاحتفالي الأول على هيكل كنيسة يسوع الملك للاتين في المصدر للأب وجدي طوال بمعاونة كاهن الرعية الأب مروان حسان وفي ختام القداس وفي أجواء ميلادية روحية مباركة تم إضاءة شجرة ومغارة الميلاد في الكنيسة بمباركة الأب الجديد وجدي طوال حيث تعتبر رعية يسوع الملك من الرعاية التي تمنح احتفالات الميلاد خاصة عبر تقوس مميزة لأنها هذا العام وبسبب الظرف الوبائي فقد اقتصرت الاحتفالات على الصلوات والتراتيل الروحية مع المحافظة على التباعد الجسدي يعني نعمة كبيرة أنه في هذا الزمن وفي أصعب أيامنا أنه ما زال الرب بدعو أشخاص غير مؤهلين أنهم يكونوا رسل وتلاميذ لإله في هذا العالم الكنوث المقدس هو نعمة كثير كبيرة الكاهن اللي بيمسك جسد ودم المسيح بإيده هاي نعمة كثير أكبر ما أنه أي إنسان أنه يخذها ومش لأنه إنسان باستحق ولكن لأنه الله يختار ضعفة يعني بشكر ربنا كثير على هاي النعمة وأنه أعطاني هاي النعمة وهاي الثقة أني أكون كاهن بالرسام الكاهنتية واليوم بالقداس الاحتفالي الأول بالمصدر هاي نائك كبيرة بوجود كل هالناس اللي معنا أنه الناس الكل عم بعرف أنه الكاهن هو مرسل هو على مثال يحن المعمدان اللي بده هيئ الطريق للرب ولكن الكاهن أيضا ما بيقدر أنه يشتغل لحاله وما يقدر أنه يوصل الرسالة لحاله كل إنسان له دعوة خاصة وكل إنسان له محبة خاصة من ربنا ومع بعض إن شاء الله ببنعمة ربنا نتحد أنه نوصل ونعيش هذا الفرح حقيقي من ربنا شكرا لكم كثير وشكرا لموقع النورسات اللي واكبنا بهاي الفترات وكان معنا دائما وساعد أنه الناس تشوفنا مع أنه ظروف صعبة مش عم تقدر جيجينا ولكن خلالكم قدرنا أن نوصل لأكبر عدد شكرا لكم وصلوا من أجلكم